التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بكافة عناصرها وذلك من أجل تعزيز مكانتها المتفردة كممر ملاحي مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية أيضا كأحد الروافد التي تدعم الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس هيئة قناة السويس الفريق سامة ربيع من أجل متابعة نشاط الهيئة أقل متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية وجهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة البالغ طوله أربعين كيلو مترا والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لقناة السويس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتكامل عملية انتاج مراكب الصيد بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية على مستوى محافظات الجمهورية ومبادرات دعم الصيادين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين حيث اطلع سيادته على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء لهذه اليخوت بالنظر إلى الامكانات التي تتمتع بها مصر في مجالس سياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس واستغلالا لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حاليا من مواني حديثة على امتداد سواحل الجمهورية عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة اجراءات تيسير الافراج عن البضائع بالموانئ المختلفة وكذلك نظام التسجيل المسبق للشحنات وعشار رئيس الوزراء إلى مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة اجراءات الافراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بكافة الموانئ بهدف العمل على اعطاء دفعة قوية في هذا الملف من أجل أن تتوافر كافة السلع بالأسواق المحلية بما يسهم في حدوث توازن في الأسعار أعلن الجيش الأوكراني أنه نفذ ضربة صاروخية استهدفت تكنات عسكرية روسية في ماكيفجا الوقاعة شرق أوكرانيا وقد أسفرت عن مقتل ثلاثة وستين جنديا روسيا أوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش دمر ما يصل إلى عشر وحدات من معدات عسكرية تابعة للجيش الروسي وأشار إلى أنه يجرى حاليا تقييم كافة الخسائر في صفوف القوات الروسية يتواصل توافد الجماهير على ملعب سانتوس في البرازيل من أجل إلقاء النظرة الأخيرة على أسطورة كرة القدم للراحل بيلاء كانت مرسم الجنازة المفتوحة قد بدأت منذ يوم أمس في ملعب يديه الأشهر سانتوس وقد شهد هذا الملعب تدفقا كبيرا وهائلا من كافة المشجعين الذين حاضروا لتكريم ملك كرة القدم البرازيلي وذلك بعد وفاته عن عمر ناهز 82 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان كان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتيو ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية من أوائل الذين قدموا تعازيهم في هذه الجنازة المفتوحة هذا ومن المقرر أن يتم دفن الأسطورة بيليه اليوم في مقبرة بالقرب من هذا الملعب نهاية موجز التاسعة وهذه عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباحا خير يا مصر بعد هذا الفصل